تجربة مصرية تجربة في العمل السياسي تجربة وليدة في دعم وتمكين لقطاعات مختلفة كانت مهمشة تماما سواء مرأة أو شباب أو ذوي القدرات الخاصة أو المهنيين يعني فيه اتجاه الاهتمام بقطاعات كانت غائبة كثيرا عن اهتمامات الدولة في مراحل سبقة فبالتالي احنا لازم ندعم هذه التجربة ندرك احنا فيه في هذه التجربة وان علينا كتير جدا ان احنا نبذله من اجل ادماجات سياسية لقطاعات حزبية مختلفة في اطار اندماجات مطلوبة وعندنا قطاعات مش موجودة ومش لاقي نفسها لابد ان توجد لنفسها موقع على الحياة سياسية سواء بالانضمام لاحزاب قائمة او من خلال انشاء وتأسيس احزاب تستطيع ان تحبر عنها ولكن في اطار فكر يدرك ان هناك مجموعة من الاحزاب بدل من نشوف قائمة بتضم مجموعة من الاحزاب الكتير لابد عندنا قائمة بتضم احزاب اليسار قائمة بتضم احزاب اليمين عشان المواطن يقدر يتفاعل معها في المستقبل ويحدد اتجاهاته منها وهو كمان بعد كده لما يكون في البرلمان هيكون كتلة واحدة بالضبط ترجمة نانسي قنقر